يواصل سكان ليفيفا الواقع في غرب أوكرانيا مزاولة لعبة شطرانج التي تعتبر مدينته معاصمتها فيما يترقبون النقلة الروسية التالية وعلى طول جادة ليفيفا الرئيسية يعبر اللاعبون عن آرائهم فيما يتعلق بالوضع السائد بينهم بطل شطرانجا الأوكراني أندري بولوكيتين الحائس درجة أستاذ كبير نأمل أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن بالطبع ولكن أخشى أن تستمر المعارك لأشهر عدة أو ربما لفترات أطول لا أعلم ووقع أندري بولوكيتين رسالة مفتوحة وجهها لاعبون يرفضون اللاعب مع منافسين روس في بطولات من بينها بطولة أوروبا الفردية التي تنطلق الأسبوع المقبل في سلوفينيا وكان الاتحاد الدولي للعبة شطرانج قد ألغى البطولات المقرر تنظيمها في روسيا وحضر رفع العلم الروسي في المسابقات الدولية وقعنا رسالة مفتوحة مفادها أننا لن نلعب ضد لاعبي شطرانج الروس والبلاروسيين خلال هذه الحرب بينما هم يقتلون المدنيين منا ونساءنا وأطفالنا ويدمرون مدننا وتشتهر ليفيف بأنها عاصمة الشطرانج ويوضح بولوكتين أن ليفيف التي تعد سبعمائة ألف نسمة تضم ما لا يقل عن عشرين إلى ثلاثين أستاذا كبيرا في اللعبة لماذا ألعب؟ لأدعم جيشنا الجيش الأوكراني أشتري أغراضا بالمال الذي أكسبه من اللعب وأضعها في سلال التبرعات في المتاجر والتي تذهب إلى الجيش وتبعد ليفيف سبعين كيلو مترا فقط من الحدود البولندية ولتزال حتى الآن بمنأة عن الهجوم الروسي ترجمة نانسي قنقر